طيب إذا كان في نجاح بهذا الشكل في إدارة حشود فيها أكثر من 60 ألف شخص في هذا المكان الصغير هل إحنا قادرين على أن ننقل هذه التجربة الناجحة إلى المجتمع وإحنا ما عندنا هذه الحدود الضيقة مثل ما هو في الحج الحقيقة المجتمع واعي وساهم بشكل كبير الآن للأسف الشديد يوجد بس مجموعة من المجتمع بتشوش على كثير من المجتمع على أخذ اللقاحات وأهمية التباعد وكمية اللي أحيانا نقدر نقول عليها أحيانا زي ما تقولي حاصل نوع أحيانا من الملل الاجتماعي تجاه المجتمع أنه كيف يقدر يكون في تباعد كيف أنهم يكون في وعي كامل لكن الحق بالعكس أنا أقول لك أنه بإذن الله الأمل مرة كبير بالعكس إحنا ماشيين في الطريق الصحيح الأنظمة أرتأت مصلحة المجتمع علشان كذا إحنا نقدر دحين لو أنت لاحق تقدر تشوفي يعني كمية الناس المطاعمين وحتى من الجرعة الثانية قدي إيش سرعة المليون كنا أحيانا ناخد ستة سبعة أيام عبارة ما نسوي مليون الآن في خلال يومين أو ثلاثة تلاقينا ارتفعنا مليون ارتفعنا مليون إحنا بن يعني الكل إذا فهم إنه هذا مصلحة الوطن هذا مصلحة المجتمع هذا روح الإسلام حيروحوا يأخذوا الجرعة الثانية حيروحوا يأخذوا الجرعة الثانية عشان إحنا محتاجين الكل يأخذوا الجرعة الثانية عشان إحنا محتاجين نرجع إلى حياتنا محتاجين يكون مستعدين لحج 1423 بالطاقة الاستيعابية الكاملة على الأقل نصة على الأقل 1.5 مليون إذا ما هو أكثر نعم نحن لا ننكر أن كثير من الدول الإسلامية والعربية الله اكتب لهم الأجر والمثوبة الآن في كثير منهم متأثرين في حالة من الشلل الصحي الموجود من كثرة عداد المصابين الدول أثبتت الدراسات أثبتت أيام يا دكتورة ما كنا في بداية الأزمة وبداية التطعيمات كانوا دائما يتكلموا عن 50 ألف والتجربة تقول 70 ألف و 30 ألف حامل أنه عليها أخذ الطعيم وهو آمن لهذا خلاص العالم ما عسى نتكلم كذا لما يشرون لك الدراسات ويقول 11 مليون و 75 مليون مليون أنت بتتكلم على ملايين بتتكلم على مليارات من البشر يعني أنت لما تجلس تقول والله أنا متأكد يخوف التطعيم والموط إيش تخوف؟ أنت تتكلم على ملايين الآن إيش قاعد تفكر فيه؟ الناس كلهم كلهم أول ما تطلع الخبر حق المملكة كل يوم حق الوزارة الناس يقول لك يا الله شوفوا بالله زادت عدد التطعيمات ومع كذا شوف بالله عدد الإصابات كثيرة في إصابات ما يهمني إحنا الناس اللي مهتمين هم يطالعوا للحرجة هي نزلت ولا ما نزلت؟ ناقص فاصلة اثنين ناقص ثلاثة هو هذا الحرج هو اللي بيهمنا نعم الحرج هو اللي هو اللي سوي لك مشكلة في المستشفيات لو سوينا اثنين وخمسين ألف إصابة في بريطانيا في اليوم ومنهم بس أربعمية اللي يضطروا يدخلوا هم ماخدين جرأتين المستشفيات ما زالت في أسرة كافية في بريطانيا أنك أنت تسوي قصطرة لللي جاته جلطة وتسوي عملية لللي جاته زايدة وواحد طاح من مرجيحة أو سار عنده إصابة في الجمجمة تقدر تدخلوا العمليات وما بين أنك أنت يحصل لك شلل من كثرة الخمسة في المية أو العشرة في المية اللي حيدخلوا المستشفيات هم أنت همك أنه أنت ما تدخل المستشفى لكن لما أنت تطالع كدولة يدير الأزمة الهم حقنا أنه إحنا ما زالت المستشفيات تعمل نعم مش مكدسة بحالات من الكورونا مية في المية إت لما بتتكلم عن حالات مثلا إت لما تتكلم إحنا مرت علينا فترات تكون كل العناية المركزة كورونا معناها أنت بتتطلب عدد جهد كبير جدا من ممرضين وأطباء شغالين 24 ساعة على مرض ممكن أي أحد منهم من عديد وبالتالي هذا هو اللي إحنا نخاف منه أي شخص يصاب بكورونا وهو جلس يكلمني بالترهون يقول يا دكتور نزار والله أنا جاتني كورونا شوية ما شم أنا قاعد أشرب ليمون أخذ بنادول ولا زينك تحبني هذا ما عمني يجلس يأخذ بنادول يأخذ زينك يأخذ فيتامين دال يجلس يتكلم كل يوم مع أهله يقول لهم والله أنا جاتني كورونا هذا شخص عادي كأنه جاتني في الونزة لكن إذا ما كنا خايفين من عدد الإصابات الحارجة يعني كل يوم إذا طلعت النشرة أنا أول شي سوي بس طالح حالات الحارجة هذا هو المقياس الآن للنجاح أو لاحتواء فيروس كورونا أحسنتي هو اللي رجعنا إلى حياتنا الطبيعية نعم نعم صحيح